ورجعنا لكم تاني طبعا مع الفقرة اللي كلنا بننتظرها الأبراج وعلم التاروت فيه ناس كتير جدا بتحبه فيه ناس كتير بتستنى مش كلنا بنتفق ان احنا بنحبه لكن فيه مجموعة كبيرة جدا من الناس بتحب تشوف يوم هبادي ازاي مع الأبراج النهاردة معانا خبيرة الأبراج بشاير صباح الخير يا بشاير صباح النور يا محمد بصي بقى حشان اتصالات جات كتير للفترة اللي فاتت وطبعا مع الناس كتير اتصروا بيك وعايزين نقول لكل الناس ان احنا واحدة واحدة هنقول برج برج وعليشان خلاص قربنا على نهاية السنة هنتكلم على نهاية السنة ونتكلم كمان في الحلقات اللي جاية مع بداية السنة الجديدة وتوقعات السنة الجديدة فالنهاردة هنتكلم عن برج ايه اختار ينتي براحة البراج هنختار الحمل ما هو ده أول الأبراج نتكلم عن أول الأبراج يعني هنمسك برج برج من أول النهاردة ناخد الحمل ونبتدي واحد واحد هنتكلم عن الحمل بشكل مختلف كل الناس بتقول الحمل عن طريق الكواكب والمجرات وعلم الفلك انت هتقرأ لنا عن طريق التاروت بصي بقى انا عايزك انه انه نطلع حلقة ما حصلتش الناس كلها البزات مبارك الحمل الناس كتير جدا قاعدة مستمع ربنا كريم الحمل بقاله كتير او بيعاني هو شهر 11 و12 كان الدنيا بتطلع وبتنزل معاه كانت ماشية جاء على شهر اتنين الدنيا قفلت شوية خسر حد عجيز عليه ان كان بفراء ان كان بوفاء ان كان بمشكلة المهم انه بدأ يوقف على رجله تاني حاليا عنده مشاكل وضغوطات في شغله كتير قوي منتظر قرار في شغله الان انا بقول له اتمن القرار ده حيجي لصالحه لانه هو يعقد عايز يتغير يا حاجة حد عايز يشيله من مكانة يحطه في مكانة تانية لانه مستكتر عليه اللي هو فيه وده على فكرة بوشيان او بحد يا برج الحمل في حد بيستقصدك غيران منك في شغلك انت كن قوي لان انت مع ربنا والخير اللي عملته هيعود لك فيه ناس تانية مثلا داك ماشي وفيه كلمة خير هتتحط في حقك هتبتدي الدنيا تمشي كويس قوي والقرار اللي انت مستنه جاي لصالحك اللي انت مستنيه جاي لصالحك لان مش كل الناس هتبقى وحشة معاك اللي بيحب اللي وقف في ظهرك بيحبك واللي بيأذي فيك بيحبك او بمعنى اصح بيغير منك بس مش كرهك انت متتكراش بالنسبة لعصبية وبالنسبة لانت عمرك ما كنت منطوي وعمرك ما كنت محبط بالعكس انت كنت بتاخد بايد الناس الايام دي انت محبط جدا بتحاول تقضي وقتك يا في النوم يا في انك قافل على نفسك مش قادر تخرج قوي غير للشغل للضرورة وهنا انا بقولك انت هتغير النمط بتاع حياتك خالص والاسبوع دا ان شاء الله الجديد كل مشاكلك هتتحل بالنسبة للشغل بالعكس فيه مكافأة بعد كده وفيه سفر من بلد لبلد فيه حاجة حلوة لصالحك كمان ان انت فيه ترقية يعني بعد الموضوع دا يعني يكيدون والله خير المكرين ان اللي مكروا بيك دوت ربنا سبحانه وتعالى حيقف في ظهرك فانت هيجيلك حاجة كويسة بفضل الصبر اللي صبرت فيه كمان ناس بتدور على حبيب او بتدور على ارتباط حياتهم فاضية ابشيروا هي السنة دي ان شاء الله بس مش الشهر دا اول لورا وممكن على اخر السنة احنا في كم في عشرة في 11 على اول واحد على اول واحد ان شاء الله عندهم فرحة كويسة عندهم حبيب عائد بعد غياب عندهم حبيب فقدوه حيتبدل بحد احسن في عندكم زرعة خير حلوة قوي بتبشر ان انتو تكملوا وتستمروا بالنسبة للشغل الجديد اللي بديتوه بس عايز تحجي يعني فيه ناس بدت في شغل وناس قريب في شغل خايفة انها تمشي منه اللي خايفين دول المشاكل اللي عندهم هتتحل مش هتوصل للقضاء ولا هتوصل لحد في الشغل بتاعك ان هو يعمل لك استجواب او حاجة لا هتعجي ان شاء الله بخير وسلام واللي داخل في شغل جديد وحاطت فيه شاءة وحاطت فيه فلوس وقلقان قوي من الاستثمارات بتاعته انا ببشركم ان هو حينجح ان شاء الله وحيرمي سمار بس عايز صبر وانت بتصبر انت صبور وحمول بفضل وقفتك جنب اهلك وجنب احبابك لان انت ما بتتخلاش عن حد بس دايما حاسس ان الدنيا جاية عليك واحزنك كانت كتير قوي الايام اللي فاتت بالذات لما خسرت حد عزيز عليك قوي ان كان بوفاء او بفراء فربنا هيعوضك عندك حد هيحتويك قوي وعندك مشاكل طلع بره دنيتك خالص انت نفسك هتستغرب منها بس ده فعل ربنا لان انت ما بتبقاش عارف رايح فيه لك تبتسلم امورك لله ابشر بقى ان فيه اللي عايزة طفل او عايزة حاجة فيه عندها بشرة حلوة لو هي بتتبع مع دكتور او حاجة يا ريت الايام دي ما تطنش لان فيه ناس يأست او قالت لا خلاص احنا عنسيبها على ربنا طبعا هو كل حاجة بادراب بنا بس انا وبشر ان فيه حاجة كويسة فيه حد ده هيبقى عنده حيرة فيه امرين اللي اتنين هيكونوا خير بس هو يستنى الاول بوادر لان لما هيبلغ حاجة كويسة انت هتكمل لان فيه حاجات بتبلغ في الاول كويسة وبعد كده فيه ناس اكلت حقك وناس ده بيستك في حاجة وانت بتحاول ترجع بدهرك عايزة اقولك ان الحاجة جاء لقد ما كانت وحشة حسيب لك سيت او حسيب لك سمعة طيبة ان انت اكتهدت فيها فربنا هيعوضك بحاجة تانية بالنسبة للناس اللي ازياك انت استعوض ربنا زي ما دايما بتستعوض لان هم مظروفهم دلوقتي صعبة جدا انت هتشفق عليهم عندك حيرة كبيرة قوي عندك فجوة بالنسبة للمشاعر عندك مشاعر حلوة القامة الجايه حتدف فيك وحتحسسك بالدنيا لان انت من غير الحب ما بتعرفش تعيش دعا والدك قعدلك الخير اللي عملتو بينك وبين ربنا السطر اللي عملتو الناس في حاجات حلوة كتير في طبعك بس يا ريت العصبية تتجنبها لان انت في العصبية كارثة الصراحة كمان معاك جايبالك مشاكل كتير قوي يا ريت مش حنقول كداب بس تبقى دبلوماسي شوي لان انت بتطلع الكلام زي ما بتجي عفوي ومش بتقصد بس ده بيجرح ناس بيجرح ناس كتير حتى الناس بتبقى مستغربك لانهم عارفين ان قلبك طيب فيه ناس بتفهمك صح وبتعديلك ده وفيه ناس بتحس ان انت متغطرس ومغرور ويا ريت برضو الحتة دي لان انت فيك حتة ايه الشموخ شوية فدي بتبنى عند الناس كبرياء يا ريت ناخد بالنا من اخطأنا ونتبشر خير ان شاء الله العداب البشاري اللي جاي طيب احنا عندنا دلوقتي احنا بشهر 11 و 12 يعني ما نهايت السنة اكيد في فى ابراج محظوظة في الفرق الشهرين اللي جايين وفي ابراج هذ 불نجزة نتخلي بالها شوية تعالين ب storyline كلما whichmud على الابراج اللى تخلي بالها تعالين انتكلم على الابراج اللى عندها شوية حظ في الشهرين اللي جايين الحظ حيبقى الحمل والعقرب طيب نتكلم عنهم واحد ومبي اوكي الالعقرب كان عنده مشاكل كتير جدا أنه هو يسيب حد بعد يعني بيبعد شوية عن حبيب أو حاجة حيبتدي يرجع تاني لأن الشريك ده أو الحبيب ده كان معذبه جدا بالذات وأنه ده تاني ارتباط لي يعني اللي هم تاني ارتباط ده بيكونوا حارسين قوي لأنهم قلقانين وبيحاولوا يبعدوا بكل الطرق عن أي حاجة بتعبهم هو الشريك اللي معاه بيحبوا بس هو الشك والحاجات اللي جوه اللي مخليها دايما يعني أنه يفكر أكتر يعني هو دماغه على طول بتفكر بدماغه بتفكر أكتر وبتعمل حساب السيئات قبل الحاجات الكويسة وبتعمل حساب المطبط اللي يقع فيها جيب خليها مش حاسس بحيطة الحب فأنا بقوله الشريك بيحبك قوي بيحاول يسترجيك بكل الطرق حاول أن انت تقبل عليه وبتالى دلوقتي يعني عن الشهر اللي فات يقرب بقوله أن الرزق هيجيله حلوة قوي وحيعوض بس هو أهم حاجة عنده الارتباط هيبقى عنده استقرار الأيام الجاية حلوة قوي ده بالنسبة؟ للعقرب ماشي الحمل زي ما لسا قايلين الزروب بتاعته المادة ما كانتش حلوة هيجيله فلوس كتيرة وحاجات حلوة قوي بس هيبقى فيه حقدة عليه وعين عليه فأنا بقوله إيه يعني على قد ما تقدر لمه أمورك مين تاني؟ الحوت الحوت برضو كان شوية كده في حتة فيها عزلة كان شوية في حتة تعباء نفسيا أنا بقوله أنت هتطلع من القوقاعة اللي انت فيها وأن انت في حاجات كتيرة قوي جاية لك حلوة هتستغل لها في مشروع جديد أو في حد ده هياخد بإيدك في حاجة عايزك أن انت تنجز معاه فبقولك صح صح شوية لأن الأيام اللي جاية حلوة بالنسبة لك بس انت كنت بدأت تيأس والعزراء العزراء داخل ارتباط جديد لا العزراء كان فاركش كذا مرة فالأيام الجاية فيه هو حيران دلوقتي ما بين اتنين بس الأيام الجاية هو جاي له حب حل أو هو موجود دلوقتي بس هو مش واقف على أرض السبتة يعني هو لسه الدنيا معاه بتاخده بتجي بس أنا بقوله اطمئن بس في حد في حياته هو بيعمله حالة من السعادة لكن مش ده المستقبل طيب دول كلهم المحظوين مين اللي يخلي بالو اللي يخلي بالو فيه الدلو عنده شوية أصحاب كده لازم يبقى مفنطهم أو يبقى عارف ايه فيه برج تاني برضو العزراء لازم يخلي بالو صحابه دايما أزينه أو فيه منهم مخلصين بس اتنين أو تلاتة يعني يتعدوا طيب الجوزاء أخبروا إيه الجوزاء ده بقى حاكتين في وقت واحد هو ماشي مع الاتنين لا هو حاكتين في وقت واحد هو الجوزاء حيبقى عنده صراع ما بينه انه عايز كل حاجة في وقت واحد بس الأيام الجاية لازم يحط النقط على الحروب لأنه مش هينفع يكمل مع الاتنين اللي معهم هو يختار حد واحد دي حاجة تاني حاجة العزراء داخل مجال شغل مش هيخليه فاضي يتنفس هيكمله لأنه بدا من السنة اللي فاتت وخايف ينزل عن المستوى بتاعه والكرب بتاعه لا حيعلم هتبقى دنيته أحسن لو قلنا الصور هو هو إيه الصور ده جميل جدا بس هو الأيام اللي فاتت كان مضغوط من سبب الحباب اللي حواليه كلهم أزين وجماعة حرام التور ده طيب جدا لازم تتطبع عليه هو يبان عصبي هو والله مش عصبي بس هما ضغوط قوي يعني كان عليه ضغوطات كتير قوي قوي السنة دي أصعب سنة كانت عنده هو والحمل فياريت نتطبع عليه شوية لأن الأيام اللي جاءت تبقى حلوة عنده هو الجدي الجدي ده حنون طيب مش لاقي نفسه قعد السنتين اللي فاتوا دول بيهند بحظه لأن الدنيا بكيتش من جياله قوي ودايما هو حالم يعني دايما مش عايش على مستوى الأرض حاسس إن الدنيا هتديله حاجة أحلى فربنا مش هيخلف ظنه هو السنة دي تعتبر آخر أحزان طيب والأسد الأسد ابتدى ينزل عن عرشه شوية أو ابتدى ما يحسش إنه أسد لأنه تعب قوي المرحلة اللي عدت لكن اللي حوالي بيتبطب عليه فهو هيكتز مرحلة بس هو الأيام دي تعبان فأنا بقوله خلي بالك من صحتك انتبه لنفسك شوية لأنه هو مهم القوي في نفسه في حين إنه هو في شغله أكتف مع الناس كويس فأنا بقوله انتمي لسحيتك شوية أصدقائي طبعاً إحنا في وبشاير بتتكلم إحنا بنحط تريفون بشاير للتواصل معها والصفحة الخاصة بيها بشاير بشاير بالغة العربية وبنحط كل إزاي إنه إحنا نقدر نتواصل مع بشاير وإزاي نقدر نتكلمها وإزاي نقدر نعرف برجنا وأسرارنا وخبيانة من خلال التاروت ومن خلال الأبراج بتاعتنا طبعاً إحنا في كل حلقة بنقول سؤال وبنقول جوائز النهاردة هنقول سؤال والأسبوع اللي جاي هنسحب الجوائز للحلقتين طبعاً أول إحنا من بساعة ما ببتدينا ومطعم مكافيه تجور مطعم مكافيه تجور من المطاعم الموجودة في المانيل راقية جداً اللي ابتدى الفترة الأخيرة يضيف للحاجات اللي موجودة الطابع الشرقي والحلوات الشرقية وبخصوص المولد النبوي فيه هناك مفاجآت كتير جداً موجودة والمكان طبعاً مكان تحفة جداً حتى لما بدنيجي نعرض أعلام بتاعه أو نشوفه بنشوف إن المكان مكان راقي مكان فيه هدوء لما بتروحه استقبال جيد وفعلاً كل الناس اللي فازت معنا واللي قلنا أساميهم وراحوا أخذوا الدعوة وراحوا تعاشوا في المكان هم خلاص بقوا رواد المكان المكان في كل حلقة بيقدم سؤاله ليه جايزتين الجايزة الأولى دعوة العشاء لفردين والجايزة التانية 250 جنيه وفعلاً كل الفايزين معنا هم راحوا للدعوة العشاء واستلموا جوائزهم المالية فيه ناس لغاية دوقتي حوالي خمسة أو أربعة لسه مراحوش دعوة العشاء أنا عايز أقول أن لازم يروحوا الفترة اللي جاية علشان يستفيدوا من المسابقة اللي عملناها أنا عايز أقول سؤالي النهاردة للمطعم وكفيه تجور أول سؤال قلناه في أول حلقة يعني إيه كلمة تجور معنا كلمة تجور طبعاً هتبعت لنا الإجابات بتاعتنا أو الإجابات الخاصة برقم الواتسل الموجود على الشاشة معنا المسابقة التانية شركة الصفوة شركة الصفوة ده ميني كومباوند عامل في موجود جنب ستاد السلام عامل أسقار خيالية جداً عامل حيات كويسة جداً ومن الأسبوع الجاي هقدم لنا جوائز ممتازة السؤال الأخير في egbala.com egbala.com هو موقع ألكتروني لتسويق الملابس بتخشها الموقع بتحمله بتقدر أنت تشوف الملابس اللي موجودة عنده الملابس الموجودة عنده بالميزان بالجرام بتنقل اللي أنت عايزه بتبدي تتواصل معهم وتختار وممكن يوصله رقاية البيت أو أنت تروح تشوف المكان بنفسك أو تزور المكان بنفسك الموقع بيقدم لنا جايزتين كوبون بقيمة 250 جنيه جوائز للتنين اللي بيفوزهم معنا مع كل حلقة الميزة اللي موجودة اللي أنت شايفها في الإعلان بتاع egbala.com في أكتر من ميزة إحنا بنقولها عنه في الإعلان أو بيقولوها في الإعلان إيه الميزة اللي أنت شايفها من الإعلان بتاعنا اللي هو تقدر تخليك تتواصل معهم وتروح وتشوف المكان كل الناس اللي فازت بيبعثوا لنا تاني علشان يفوزوا تاني قد إيه عجبهم المكان وقد إيه عجبهم الزوء واللبس وكل حاجة اللي أمنا كانوا عايزينها لقوها في المكان أنا عايز أقول إن إحنا الهدايا والجوائز اللي إحنا بنقدمها علشان نسعد الناس اللي بتشوفنا علشان دايما تشوفونا تبقوا موجودين معنا من بداية من نهاية شهر 11 مع بداية شهر 12 إن شاء الله فيه مفاجأة كبيرة جدا فيه رحلات لشرم الشيخ أو الغردقة فول بورد لعشرة من الفايزين هنعلن عنها الفترة القادمة وزي نقدر نتواصل وزي نقدر نفوز يا رب كلنا نفوز يا رب كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا يتواصلوا معنا ويكسبوا كل جوائزنا لأن دا معمولة علشانكم دا معمولة علشان نقدر نصنع البسمة لأن برنامج كل الناس بجد يعني بحاول إننا نخليه لكل الناس بجد بشاير أنا عايزك تقولي النهاردة في نهاية الحلقة كده كلمة لكل الأبراج يعني كلمة شاملة عايز أقول لهم اتفقلوا اتفقلوا السنة الجديدة إن شاء الله حلوة لأن السنة دي كانت كوكب زحل دا لهو المسيطر فكانت كل الأبراج عموما يعني قاسد كتير قوي وعانت فيه اللي اكتئب واللي خسر والانطوى يعني حتى فيه ناس ما كان لهاش في أي مود من الأحزان السنة دي كانت صعب عليها قوي اتفقلوا لأن بصراحة السنة الجديدة فيها رزق وفيها حاجات حلوة وفيها جوازات للنسبة اللي مرتبطوش وفيها خلاص قطع للحيرة بالنسبة اللي بيبعدوا ويقربوا يا جماعة تمام أصدقائي طبعا أنا سعيدة من كنت معكم النهاردة استنونا كل أسبوع في نفس الوقت قبل المعدة بساعة مع برنامج كل الناس بشكر فريق العمل رئيس التحرير صافي يحيا صاحبي والأستاذ محسن عبد العاطي فريق الإعداد محمود أحمد أحمد هاشم إبراهيم حميدة وبشكر مجلة كل الناس نيوز بجد على دعمها للبرنامج وبتمنى لكو دايما صباح جميل صباح حلو ويا رب يا رب يا رب كل واحد يقدر يحقق حلمه النهاردة ويحقق هدفه اللي كان بيتمنى أشكركم وأتمنى إن شاء الله أن نحن نتقابل الإسبوع الجاي على خير برنامج معكم محمد هاشم برنامج كل الناس أشكركم محمد هاشم شكرا شكرا